بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله هذه بعض أحكام صلاة الكسوف الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين الشمس والقمر بسبب غير معتاد وهما بمعنى واحد ويحدث الله ذلك تخويفا لعباده حتى يرجعوا إليه وأما حكم الصلاة فقد اختلف العلماء فيها على قولين ذهب جمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة وذهب أبو عوانة وغيره إلى أنها واجبة والأولى بالمسلم أن لا يترك هذه الصلاة إذا وجد سببها وأما وقتها فمن ابتداء الكسوف أو الخسوف إلى ذهابه وكيفيتها ركعتان يقرأ في الأولى جهرا ليلا كانت أو نهارا الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع طويلا ثم يرفع من الركوع ويقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ولكن لا يسجد بل يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى ثم يركع ثم يرفع من ركوعه ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يصلي الثانية كالأولى ولكن دونها في كل ما فعل ثم يتشهد ويسلم ويسن أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة الكسوف ويحذرهم من الغفلة والاغترار بالدنيا ويأمرهم بالإكثار من الدعاء والاستغفار فإذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد بل يكثر الناس من ذكر الله ومن دعائه وصلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة وإنما يقال الصلاة جامعة ويصلي النساء مع الرجال في المسجد جماعة ويستحب الإكثار من الصدقة ومن ذكر الله ومن التعوذ من عذاب القبر بهذا دلت النصوص الشرعية وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه